هل كان مؤتمر أربيل محاولة لجس نبض الشارع العراقي إزاء التطبيع مع إسرائيل؟ أم أنه محاولة لترويض العراق العصي منذ نبوخذ نصر وحتى اليوم؟ إذ أن من غير المعقول أن يُعقد أي مؤتمر في أربيل أو بغداد من دون معرفة الأجهزة الأمنية بالجهة المنظمة وأهداف المؤتمر الوقائع على الأرض تشير إلى أن المؤتمر الذي عقد مساء الجمعة في قاعة فندق ديفان بأربيل وحمل عنوان السلام والاسترداد أثر موجة غضب واستنكار شعبي ورسمي إذ أعلنت الحكومة العراقية والقوى السياسية رفضها القاطعة للمؤتمر وفي ظل هذا الرفض العراقي واسع النطاق انتفض مجلس القضاء الأعلى وأصدر مذكرة قبض بحق بعض المشاركين فيما تقدمت قوى وشخصية سياسية بدعاوى مماثلة ووصل الأمر بالعشائر العراقية إلى التبرؤ ممن شارك من أبنائها في المؤتمر وبالرغم مما قيل عن استدراج بعض المشاركين إلى المؤتمر إلا أن خفايا وكواليس المؤتمر تكشف عن أن من دعا ونصق وهيئ له هو يهودي من أصل عراقي يدعى جوزيف بروت سبق أن مارس هذا العمل في بلدان عربية أخرى وبمساعدة من شخصية عشائرية جدل كبير وإجراءة حكومية تتوالى بعد مؤتمر أربيل وهو ما يؤشر أن الرفض الشعبي للتطبيع وحد العراقيين جميعا وأن القضية الفلسطينية تسكن وجدان العراقيين وعقولهم ولا يمكن لأي من المطبلين أن يزحزحها عن مكانها في القلب والضمير ترجمة نانسي قنقر